وللحديث حول العلاقات السعودية تركية وزيارة أردوغان إلى السعودية ينضم إلينا في الاستيديو الدكتور فواز العالمي خبير في التجارة الدولية نرحب بك دكتور أنا وزميلتي سحر من دبي نتحدث عن علاقات فاترة في السنوات الماضية على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري أيضا بين السعودية والتركيا ماذا نتوقع من هذه الزيارة وهل نتوقع عودة العلاقات لسابق عهدها خصوصا في المجال التجاري مساء الخير لكم في الشرق وجميع المشاهدين طبعا لا شك أن العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وتركيا تأثرت في الحقب الماضية في الخمسة سنوات الماضية في الواقع منذ 2017 ونرجو ونأمل أن هذه الزيارة ستعيد هذه العلاقات إلى سابق عهدها التي كانت الصادرات التركية إلى المملكة كانت بحدود 2 تريليون و300 مليون دولار وكانت تقع في المرتبة 11 بين دول العالم ولكن في خلال شهر واحد انخفضت إلى المرتبة 58 وانخفضت أيضا الصادرات التركية إلى حوالي 886 مليون دولار كما جاء في تقريركم نحن نأمل أن يكون هناك تعاون أكثر وخاصة في هذه المجالات ولا شك أن الاستثمار في تركيا من قبل المملكة والاستثمارات التركية في المملكة سيكون لها البعاء الأكبر من هذا التراجع أو التعاون المأمول دكتور فواز مرحبا بك أرحب بك من دبي وأسألك وكأن تركيا تعيد ترتيب أوراقها في هذه المرحلة وفي السنة الماضية فعليا منذ العام 2020 يعني حاولت الآن ترتيب العلاقة مع مصر كل هذه الجهود لم تسفر حقيقة إلى الآن عن تطور حقيقي العلاقة مع الإمارات أصبحت علاقة جيدة أيضا تركيا تحاول علاقات أفضل والوصول إلى علاقات أفضل مع الجانب الإسرائيلي الآن مع جانب المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالمتوقع على سبيل المثال عندما زار الشيخ محمد بن زايد زار تركيا بعد هذه الأزمة أعلن عن صندوق بعشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا الآن عند الحديث بإيجابية ربما عن عودة هذه العلاقات ونحن نعلم بأن تركيا تحتاج إلى دعم اقتصادي ما الذي نتوقع من المملكة لكي تدعم تركيا في هذه المرحلة؟ طبعا تركيا تعيش على الصادرات لأنها تهتم بشكل كبير جدا في المحتوى المحلي التركي وبالتالي فإن صادراتها إلى المملكة سترتفع وتعود إلى سابق عقدها قبل الفتور قبل فترة الفتور ولكن أيضا الاستثمارات التركية التي ستكون متواجدة في المملكة هناك استثمارات تركية حاليا متواجدة ولكنها ستتضعف في المستقبل وأيضا ستستفيد تركيا من هذه العلاقة بحيث أن التضخم الذي حاصل في تركيا حاليا وسداد ديونها السيادية ستكون هي التي ستستفيد من هذا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة وبين تركيا نعم دكتور فواز تفضل السحر عبدالله بس اسمح لتفصيل صغير فقط أسأل دكتور فواز ولكن لا يوجد لحضرتك مثلا تصور معين لجهة أرقام سيتم دفعها أو استثمارات معينة قد تقوم بها المملكة أم يجب علينا أن ننتظر إلى ما ستقول إليه الأمور أنا من رأي أن ننتظر إلى ما ستقول عليه الأمور ولكن نحن متفائلين بشكل كبير جدا من هذا اللقاء الذي سيتم اليوم وغدا الزيارة ستستمر بدة يومين وأعتقد أنه سيكون هناك عوائد كبيرة من هذه الزيارة بين تركيا والمملكة ولكن ننتظر حتى نكون دقيقين في الأرقام التي سنطلقها للمشاهدين نعم دكتور هناك متغيرات جيوسياسية وأيضا متغيرات اقتصادية جذرية تحدث في العالم نرى تضخم يضرب العالم أيضا نرى فيما يخص الاقتصاد التركي تضخم قوي جدا وأيضا تراجع للعملة التركية وأيضا هناك ضعف في نمو الاقتصاد التركي في المقابل نرى تحسن في اقتصاديات الخليج وأيضا هناك توقعات لنمو اقتصاد المملكة وأيضا الأجواء السياسية هنا استقرار في السعودية وهناك ربما يكون هناك ضبابية في مسألة الأوضاع السياسي السؤال بشكل صريح من يحتاج من؟ الجميع يحتاج نحن نحتاج تركيا وتركيا تحتاج المملكة التعاون والتضامن والتكاتف حاليا في مواضيع التجارة والاقتصاد هي الأهم في العالم ونحن نعلم أن المملكة وتركيا عضوين في المجموعة العشرين ولكن المملكة هي الوحيدة في هذه المجموعة التي أكد البنك الدولي أن النمو الاقتصادي في العام القادم قد يرتفع إلى 7 أو 6 من 10% بينما في تركيا قد لا يرتفع مطلقا وبالتالي التعاون والتعاضد هو أهم من الفتور وخاصة أن العولمة حاليا تتجه إلى الأقلمة أي أن الجميع الموجودين داخل منظمة التجارة العالمية يحاولون إنشاء التكتلات وهذه التكتلات سيكون لها فائدة كبيرة جدا في المستقبل ونحن في أمس الحاجة إلى تركيا وتركيا في أمس الحاجة إلى المملكة كعضوين في مجموعة العشرين حتى يكون هناك تكتل قوي بين دول مجلس سعاون الخليجي وتركيا أيضا دكتور فواز أنطلق مما تقول حضرتك لأهمية هذه العلاقة بين مجلس التعاون في هذه المرحلة مع تركيا السعودية بالتحديد ونحن نتحدث عن هذه الزيارة المرتقبة ولكن حضرتك كخبير في التجارة الدولية هل تعتقد بأنه يمكن إبرام صفقات تجارية واستثمارات كبيرة بعيدا عن الشأن السياسي ونحن نعلم بأن هناك مآخذ على تركيا في بعض الملفات الإقليمية في المنطقة هناك مآخذ على سياسة تركيا في التعامل مع سوريا مع ليبيا مع ملف نقرنقا رباخ وملفات كثيرة أخرى حتى شرق المتوسط وبالتالي هل تعتقد بأنه سيتم وضع كل هذه الخلافات السياسية جانبا وبحث الجانب الاقتصادي أم أنه يجب بحث السياسة والاقتصاد جنبا إلى جنب عندما ننظر إلى المصالح وخاصة المصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لا يوجد دولة في العالم ليست لديها بعض الأخطاء سواء كانت محلية أقليمية أو دولية ولكن المصالح في بعض الأحيان تكون هي الأولى بأن يتم التعاون في النواحية الاقتصادية وأعتقد أن تركيا ستكون واحدة من الدول المؤثرة في التضامن التجاري والاقتصادي مع دول مجلس السعاء الخليجي ولكن في نفس الوقت هي ستتراجع بشكل كبير وجذري عما يتم في هذه المناطق الأخرى من النواحي السياسية ونترك للمجموعة السياسية أن تنظر إلى هذه المواضيع ولكن إذا تم الاتفاق على هذه النواحي فإن تركيا ستكون هي المستفيد الكبير من التلاحم والتضامن بين تركيا ودول مجلس السعاء الخليجي نعم دكتور بشكل مختصر إذا ما تم التوافق بين السعودية وتركيا بعد هذه الزيارة في المجال الاستثماري ما القطاعات التي ستخلق بعيدا عن التبادل التجاري التقليدي نتحدث عن مواد أساسية وسياحة ما القطاعات التي ربما ستخلق إذا تم هذا التوافق ما بين السعودية وتركيا وباختصار نعم أنا أعتقد أهم القطاعات هي القطاعات الغذائية من تركيا للمملكة وإلى دول مجلس التعاون الخليجي ولكن من المملكة التي تركيا فهي القطاعات البتروكيموية والنفط وأيضا التعاون في مجال الخدمات مثل إدارة شؤون المطارات فتركيا حاليا تدير شؤون مطارات في المدينة المنورة مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز وأيضا قد يكون هناك مجالات أخرى تستفيد منها المملكة وتستفيد منها تركيا نعم الدكتور فواز العالمي الخبير في التجارة الدولية شكرا على قدومك هنا في الاستوديو وكل عام وأنت بخير شكرا